أزمة نقص الشرطة تضرب مدينة صغيرة في مينيسوتا مع استقالة تاقم الشرطة بأكمله بسبب الأجور المنخفضة لمعرفة التفاصيل تابعوني مينيسوتا هي مدينة تشهد أزمة حادة بعد استقالة جميع أفراد قسم الشرطة بسبب الأجور المنخفضة يبلغ عدد سكان المدينة قليلاً عن ألف نسمة وهذا النقص الحاد في ضباط الشرطة يشكل تحدي كبير للأمن المحلي في اجتماع مجلس المدينة الأخير أعلنت العمدة إيلين أندرسون أن أفراد قسم الشرطة استقالوا بسبب المشاكل المستمرة في الأجور على الرغم من تنظيم الاجتماع لبحث ديادة الرواتب إلا أن الفريق بأكمله قدم استقالته بعد حدوث ذلك رئيس قسم الشرطة جورج سميس أيضاً استقال في اجتماع سابق مما أثر على استقرار القسم لم يقتصر الأمر على ذلك فقط بل استقال الضابط بدوام كامل وخمسة موظفين بدوام جزئي بعد ذلك سميس أشار إلى صعوبة تجنيد أفراد جدد للعمل في قسم الشرطة بأجور منخفضة تبلغ 22 دولار في الساعة ويشير إلى أن دوائر الشرطة ذات الحجم الصغير تقدب رواتب تنافسية بقيمة 30 دولار في الساعة على الأقل مما يعزز من صعوبات الوضع هذه الأزمة تبرز أهمية معالجة قضايا الأجور وتوفير بيئة عمل مناسبة لضباط الشرطة حيث يلعبون دوراً حيوياً في الحفاظ على الأمن المجتمع المحلي شكراً لمتابعتكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة باي باي اشتركوا في القناة شكراً للمشاهدة